هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على أكس بوكس 1 رقم 112 من بودكاست ألعاب أنا أحمد الراشد ومعاي عمر الدبي ليوسف أنا والله وش فيك نتاع التممية وعصاب وشي نصر والضيف اللي يموه بضيف ثامل فريجي يا أهلا وسهلا اللي يضبط لنا الستاب هذا كذا اللي يزعجت واخرت التسجيل وضيفنا العزيز من الإمارات من روت كويست سعيد الشامسي حياك الله أهلا وسهلا شيخ بارك الحمد لله أخباركم تمام الحمد لله قرب المايك بس شوي عندك أيوه بس انتبه الطاولة لطيح لا تدلقوا الطاولة عنهم عندي عندي انت كم من عندي عندي أنا شيخ بارك والله خمد لله كيف نذهب الحمد لله على سلامة الله يسلمك كل الأمور طيبة إن شاء الله الحمد لله الرياض وإلا باردة باردة ولا زينة لا باردة مصدق وف؟ مصدق أحر شي أقول الأسبوع اللي فات يا أخي حر عندكم يا أخي وعندنا برادي يا أخي جو حلو لعبوا علينا يا أخي يقولوا لنا الجو كويس ما عليك تعال أنت وتجيب معاك منطلونة هم شي ما أحد قالك تروح في دبي قلت لك تعال العين يا أخي سعيد الصدم من الجو أمس ومن وقت الصلاة ومن كل شي والله وقت الصلاة عدتكم غريب يعني مع قولة تصلون العصر في ساعة 2245 ثلاثة هي؟ ثلاثة نزل أصلاح أنا سافرت أسبوعين أصلا لا تغير الحين خلاص طيب فقرات البودكاست المعتادة عندنا فقرة الضيف أول شيء بعدين عندنا العاب لعبناها وبعدين فقرة أخبار العاب وبعدها ننهيها بهاشتاق العاب صح 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 لا أخرت خلاص لا أخرت طيب أول شيء فقرة الضيف يا سعيد أهلا سعيد الشامسي نعم موظف من أربع سنوات في شركة شب حكومية في العين نعم أعمل مساعد إداري وتخرجت السنة الماضية ما شاء الله ألف مبرك الله يبارك فيك تخصصي إدارة جودة والاستراتيجية ما شاء الله طيب جودة طبعاً عشان شغل اليابانيين على الطاري أنت تعرف ياباني مش أعرف ياباني أتعلم ياباني أتعلم ياباني أتعلم ياباني سألت برطم يعني أعد يقول لك اللعور بين العميان فاشا أعطيكم هالكلمتين يعني وإنتوا تحذبون روت كوست أنت بديتها كروت ون ون نعم بدينا كروت ون ون أنت وإنت معك أصحابك يعني في القناة هذه نعم كنا قروب بسيط أول شيء بدينا ثلاثة كنا قروب مجموعة هبسترز في 2013 كنا نجتمع ونلعب ألعاب وحالة حالة فقدينهم خلونا نجرب بودكاست فبدأنا أول محاولة أذكر في 2014 سمينا روت ون أو ون تيمنا بأحد الروت في بوكيمون الذي كان روت المفضل بالنسبة لنا بسبب الموسيقى واستمرنا على هذا الاسم إلى السنة الماضية بعدما وصلنا إلى الحلقة المية دخلنا في شراكة مع شركائنا Two Steps الذي حاليا جونزن اللي هم ايه؟ Two Steps نعم هم شركة تطوير مواقع ويتابعونا من البداية ما شاء الله لكن كانوا من قبل يدخلونينا بس أنا قتلهم يعني تون أباديا ما أضمن لكم الشباب يستمرون لكن ما شاء الله يعني استمرنا الحمد لله الحمد لله وبعدها دخلنا في شراكة حولنا من Root 101 إلى Root Quest هذه المفترض أن أنشطتنا تتوسع أكثر من تقل إلى اليوتيوب شغلنا على تويتر يكون فاعل أكثر لأننا في تويتر كنا ميتين لما كنا Root 101 وهم قاعدين حاولون يساعدونا فساعدونا سوينا الموقع بعض الأمور الإدارية بعض الأمور التقنية شغالين عليها معنا ويعني السنة هذه شوي تأخرنا بسبب ظروف خاصة لكن نأمل إن شاء الله أن السنة لهاية تكون انطلاقتنا في اليوتيوب أكبر تويتر فعلنا عليه خطة حاليا وشغالين عليه إن شاء الله أنتم شغلكم ممتاز صراحة نعم أنا جيت معاكم حلقة لك متسجلت أنا حلقة في Root 101 زيني حكت على الأيام الخوالي أنا الآن عندي في برنامج البودكاست يظهر لي Root 101 وليس يظهر لي Root Quest والله الصورة حتى نحن لدينا المشكلة هذه ألعاب يظهر الصورة القديمة أوكي غريب لا أعلم يكون عشان الآيتونس لا يجب أن تراجع بودكاست تسوي لفورس رفريش عشان يسحب الجديد لا سوينا أيضا لا لكن هذا فقط حق آيتونس ليس حق البقية بوكت كاست لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة ألعاب إيتونس بوكت كاست حسب كثيرا لا أعلم لأنني تبدلت الصورة لا أعلم ما هي المشكلة أنا أتنزل حلقات لا تكلم على حق آيتونس على آيتونس أنا أقصد بعد المشكلة هذه يعانوم منها لكن على برامج الأندرويد حسنا هناك مشكلة لأننا ليس من عندنا نحن أشتر بارات تايرا حسنا ممتاز روتكوست أنت تكلمت عننا قلت أنه سوف يفتح مجال اليوتيوب أكثر من هذه الأمور نعم في اليوتيوب ما لديكم برامج؟ في اليوتيوب برامجنا حاليا عشوائية لكن نحاول دائما نغطي الأفكار أو الأشياء التي لا يغطونها الباقين تحاول أن تتميزون يعني نحاول أن نتميز فيها وبنفس الوقت لكي نحبها لأننا بصراحة توجهنا أحيانا أننا ممكن أن يكون ما يتوافق مع الأغلبية يعني ممكن هذا شيء يقولون عننا أن نتوجه للعاب اليابانية أكثر نغطيها أكثر لا باب عشان كأنت تحب الأعب اليابانية أحب اليابان كلها لا هو التيم الصراحة كلها ترى بنفس الطريقة يعني التيم ما لن تحصل فيه أحد يلعب فيه فا لا تحصل فيه أحد يلعب مثلا كوت لكن تلقاهم يلعبون مثلا ألعاب RPG ركزون جدا على ألعاب حتى تريبل آي بين فترة وفترة يلعبونها برامجا تنوعت أول ما بدنا ببرنامج اسمه ببرنامج اسمه بوكي كويست كنا نشرح فيه بوكيمون بالتفصيل سجلنا حوالي تقريبا تسع حرقات شرح للعب نفسه أم شرح للقصة؟ طبعا شرح للعب ميكانيكيات للعب نفسها يعني حتى الـ EV training الـ EV training حتى التبييض الأشياء التي تستخدمونها البروز فكرة يعني في فوكيمون معروف أن تلعب اللعبة تقول أوه سهلة مرة لكن تجد الناس يتنافسون مع بعض والمنافسات يغيرون في الـ سرتيجيات كاملة أي سرتيجيات مرة يعني أرقام جوع حسابات ومدري إيش شيء شيء مهول أنا كذا شفت قلت مع السلامة هناك وقت سرتي على بوكيمون جو خلاص حد يا بوكيمون جو وفيها بطولات عالمية حتى يعني تلقاهم قاعدين يحسبون أرقام شغلة يعني معقدة فإذا تدخل الجانب التنافسي في بوكيمون بحر كامل ما دخلت فيه سنتين تقريبا ووقفت لأن استثمار وقت ليس طبيعي إذا ما كنت بالعب في البطولات فأحسن لي أوقف هو ينفع يعني الواحد عنده وقت صراحة بالضبط أو أنه لا يلعب ألعاب ثاني فقط يلعب هذه فنفس تعرف أي أحد مثلا يحترف لعبة دائما يتعمق فيها فتصير هي شغلة الشاغل نفس العيبة مثلا سريت فايتر أو مارفل أو تيكن لا يزعل علينا عصام الشهوان طبعا تحية لعصام سنتين تحية لعصام فأقول لك كان عندنا بوكي كويست عملنا على بعض البرامج برنامج اسمي لازم تجربها ركزنا على ألعاب يعني يعني ما نالت ما نالت اهتمامها الكافي مثل بالكيريا كرونيكولز تو the moon اللي هم السليبر هيتس بالضبط كان من ضمنها أيضا اللعبة على ثري دي اس رائعة اسمها تاكو ذا فرايديا مونسترز هذه الألعاب يعني غائبة مش موجودة محد يغطيها فنحاول نغطي الألعاب هذه ندري أن الاهتمام يكون يعني من قبل شريحة بسيطة لكن 2017 بينات أن لا في ألعاب بغض النظر فجأة قلبت يعني السوق في السنة هذي انقلب علينا كامل شفنا الناس تلعب نير شفنا الناس تلعب ياكوزا على كثر تخوفنا بس نير بعد تقريبا مليونين نسخة نعم فيعني أتوقع ياكوزا صحيح كلامك ياكوزا أكثر شيء تأثرت صراحة لأن ياكوزا كانت يعني هي زي ما هي نفس المطور نفس الناشر نير على الأقل تغيرت شوي يعني المطور صار بلاتنوم جيمز وصل ماسكتها سكور انكس خلقها وهي يعني غير عن الناشرين اليابانين ثانيين هم يحبون يسوقون زي الأمريكان تقريبا أو الغربي يعني سيجا شوي لا على حسب بس توق مثلا سونيك ومدري إيش أشياء اللي مره معروفة فياكوزا ضربت واللحين توقع أن يصيرون يسوقون لها أكثر أكثر الآن قاعدين نطلعون ريماسترز على طول اللي أول كانوا يضعونها في اليابان أول وبعدين صاروا يضعونها الآن في أمريكا أو في الغربي حتى آخر يعني مثلا النسخ مثلا نسخة فايف اللي هي ياكوزا فايف ما كانوا مقتنعيني ينزلونها فيزيكال اديشن نزلوها على الفي سن ديجيتال فكان هذا الوضع المتوقع مع زيرو لكن تفاجأنا أنه كانت زيرو فيزيكال كيوامي اللي هي ريميك الأول أيضا فيزيكال فأتوقع الوضع بيكون نفسه ياكوزا سيكس ياكوزا سيكس توقع أيضا كيوامي 2 في عقنا الثاني اللي هي هوكتو نو كوتوكو اللي هي مبنية على فسطف الناول ستار فلا هذي بتكون نتوقع السنة القادمة بنشوفها بس في وقت متأخر طبعا حلو سؤال أخير بس الروتكوست إيش مشاريعكم القادمة في شارع جديدة شي شغالين على شي في عندي شي شغال علي حاليا أو عدة أشياء شغال عليها حاليا لازم تقول إذا هو يعني بس نستقبل نستقبل غالبا 2018 بيكون في استوديو خاص ونحاول نجمع فيه اللعظة بنحاول ما نغير طريقة تقديمنا على اليوتيوب بنركز على البرامج الأسبوعية على اليوتيوب بالإضافة طبعا إلى تويتر تويتر من كل فترة الأخيرة البعض اللي متابعنا بيشوف أننا اشتغلنا فيه على مراجعات نختصر المراجعات نعم لكن الخطوة القادمة هي اليوتيوب لكن ما زال الموضوع في طور النقاش ما نقدم في الاستوديو بالضبط ما المواضيع التي نغطيها كيف ممكن يكون مشكلة اليوتيوب ما الشيء التي تقدم للناس يكون مختلف عن الباقيين في النهاية لا تبدو أن تكون ملل بالناس وتعطيهم زيادة نفس أي شيء يمكن حصولنا عندي حد ثاني لازم يلقون شيء مختلف عندك أو ليس شرط المحتوي يكون مختلف يكون طريقتكم مختلفة على الأقل بالضبط فنرى ما سيحدث إلى 2018 بعد أن لا استقررنا على راي لكن هذه الخطة التي تعمل عليها حاليا ما شاء الله طيب زين ننتظركم تقدمون لنا اللي عندكم إن شاء الله ثامر نعم 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 تقول testimonial والإمارات هذا خرف ما في التماث لا تويتر بيرسلان خلاص صار طيب ولكن الحمد لله فيه عدة فيديوهات قريبة بنشرها وربعض يعني سويناها السنة هذه ما سمح نشرها لأنه أغلب العملة ما انشروها أصلا أو الأمور هذه عادي تحصل نعم تحصل نعم نعم نحن كام مرة سجلنا أشياء ويعني طرينا أنه لا بس نتكلم عن فيديوهات نصورها مارتش وما نقدر نشرها للحيل مشوار طويل سنة كاملة إن شاء الله قريبة فيه حاجات جديدة إن شاء الله إن شاء الله طيب كذا نهينا في فقرة الضيف أنا ودي بس أعطيكم كلمة أول شي أريد أن أوجه كلمة من أحمد الأحمري أحمد الأحمري يعتذر للجمهور مسكين مريض ما يشوف شهر إن شاء الله إن شاء الله ولكن يبغى مرة متحمس أن يأتي ومتحمس أن يشوفكم كلكم خاصة أنت سعيد فبرضو يقدم اعتذار لك بإذن الله لأيات أكثر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحن قريبا أن يأتي الرياض كل ويكند لأنه يأتي دائم ممتاز سعى مباركة وبالنسبة الرواح رواح يعني قاعد يكروف الآن على الفيديوات ومشاء الله فيديوه لديه طبعا هو جميل لقد عمله مع بعض من شاء الله لديه ممتاز هناك تحدي بين الثلاثين نحن نحن صوت فيديو أنا أنا صوت فيديو أخص أنا صوت فيديو أيضا ليس صوت فيديو حدث أكس بوكس شوفوا الفيديو هذاك، حلو، شوفوا الحباب يسوي كذا نزلنا فيديو ثاني بردو نزلنا فيديو ثاني نزلنا فيديو ثاني تونة تونة الآن نزلنا وولفنشتاين نشرناها تونة نعم، قبل ساعة كان هناك فيديو ثاني بردو لحد وش كنا مبناشرين أظن أورواتش؟ ضيع الشباب أورواتش وين؟ من قبل أورواتش أم بوكسنج حق إكس بوكس برويجت سكوربيو نعم، نعم وعلى الطاري، سننتقل الألعاب اللعبناها هذه ليست لعبة تجربتها أنا خذيت لفة كذا على الأكس بوكس رجعت حملت الألعاب اللي عندي لأن الهاردسك اللي كان فيها الألعاب كلها لا أدري وينه ضاع أو فرمتنا يوم لأيام كنا نحتاج هاردسك فطريتني أنا أنزل الألعاب مرة ثانية جربت كذا لعبة يعني اللي صدمتني هيلو هيلو فايف جميلة على الشكوربيو نعم جميلة جميلة على أكس بوكس وين أكس يعني تحمس قعد تلعب زيادة مع أني يقولون لا أمني جرافيكس لا أدريكس لكن بعد ذلك يعني أعرفت أنني أقوم بتحمس قد ألعب صوت ألعب هذا نحن نغيش أنا لاحظ في الحدث الذي كنا فيه الأسبوع الماضي شادوف موردور كانت فرقت فرقت بشكل كبير فرقت بشكل كبير يعني من ناحية الفريم ريت الجرافيكس كل شيء كان شيء مبهر صراحة أتوقع أكثر وحدة حسيت أن فيها تحسن كانت هي مبهر لعب كلها التي جربناها لكن أكثر لعبة جميلة كانت على فورزا 7 فورزا 7 طبعاً لأنها كانت في العين طبعاً فورزا مال العين كان رائع فورزا حسنا مبنية على الجهاز من الأساس أصلاً فورزا جميلة خلقة في الأكس بوكس العادي صحيح يعني بالسكور في أكيد تصير نار حسناً مع التراك مع العين طبعاً كانت تراك غريب لأنه يبدأ تطلع العين في جبل حفيث وتنزل في دبي كيف مع مئة وعشرين كيلو اختصرت في ثواني تنزل على طول مع الزروا مع الزروا نتمره مسرع بس بالعكس تتمنى أنه كذا المسافة بين العين و دبي والله أتمنى فجربت ألعاب كثير على الأكس بوكس جربت كيلر انستنكت برضو كانت متحسنة بس كيلر انستنكت يعني لاحظت فيها موشن بلور كثير طبعاً في الحركة يصبح هناك تغبيش لا أشعر أكثر ليس من الألميشن نفسه ستايل ممكن بس حسيت أنه لاني شايف في هيلو قبل خربت منك الباقي خربت شوي بس كانت ممتازة جربت أساس كريد انا مجرب من أول شبتها على الفور كي وكان جميل جداً ماذا في الألعاب ثانية؟ رايز في التومب ريدر كانت كذا واضحة مرة لا أعرف أي تغيش معني أنا لعبتها حتى على برو بيستجي فور برو أفضل منها يعني تلاحظها تلاحظها اليوم رأيت فيديو عن فايل فانتسي 15 في ديشة الفاوندري ثم نزلين تحليل كان بين الأكس بوكس وون اكس والبي اس فور برو أنا لعب على البي اس فور برو ومشرته أصلاً على الأكس بوكس يعني فشفت الفرق أصلاً يعني بدون ما يضعون وش الجهاز بدون ما يضعون أي مقارنة كذا دبي كما وجود أقول له أوه مره مضع حسنت فرق حسنت تقريباً تقريباً مثل الفرق بين فاس فور عادي و فاس فور برو مع أننا المفروض أنه فرق أقل بس يمكن لأني أنا تعودت ألعب اللعبة على بلاي ستجي فور برو كثير فلما شفت أكس بوكس وون اكس قلت واو أنا متحمسها عن نسخة البي سي وخصوصاً اللعبة مرة حبيتها اللعبة بايننا هي تحس أنهم سوينها على أجزاء أقوى فاستروا أنهم يخفضون الوضوء من هذه الأمور المتمرات دائمًا يستعرضونها على البي سي لما حاجات جديدة أبدأت بيجي بمتمر جي دي سي دائمًا يعرضونها على البي سي لأننا تطويره كذا على البي سي فهم لا يعملون أن يلعبون على البي سي دائمًا فتشوفها مره 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 بهرتني بالصراحة الأكس بوكس حتى هناك ألعاب 360 مره 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 كنت أثرت بعد أداء نعم نعم هايلو 3 روعة روعة هايلو 3 بلايس تيشون فور برو يعني حتى لو كانوا بنفس القوة أشعر أنهم أهالي حتى لو كانت بنفس قوة البلايس تيشون فور برو أشعر أنه لسه تتحسن طريقة أفضل لأنه حتى يشعر لك الألعاب بدون باتش البلايس تيشون فور برو يشعرونها ببوست مود ولكن ليس بذلك سوء ليس كذلك عندما الأكس بوكس 1 اكس يشعر أن يشعر لعب بدون باتش حتى ذاك اليوم عصام كان يقول لي أن يلعب بايو شوك وانوتو كنت معانا أتوقع عمر لما قال لي لا تستري حتى الريماستر إلعب على الباكورد إلعبها هناك بتشوف أدائها أفضل شيء كأداء أفضل حتى من الريماستر نفسه لأنه لا يشك وانوتو كان فيه لهم ريماستر بس كليكشن هذا كان تعبان أصلا كان تعبان دبي لعبها وكررت معها كان فيه واحد من أول باسس كيف فجأة دخل في جدار وخلاص موضوع ماذا تتوي ندخل في الوحي فهذه كانت تجربتي أكس بوكس وان أكس الجهاز كانت مرة صغير صحيح يعني جدا يمكنني أن أركضته بعد كان كامرة أنا جدا أن أشتح لكن وزنه نفسه لأكس بوكس العادي الوزن ها الوزن نفس أكس بوكس لا الوزن جائع الوزن تقيل تقيل مرة تقيل على حجمه تقيل يعني أحس بقد أثناء من يعني الجهاز تشيل الإشتراحة معك تلعب تتعب أتعظم لأنني صغير عادي صغير لأمتاز حجمها عادي عادي صوت ما اسمه قرب 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 الثقل حقه أنا أعجبني لأنني أضع أصلاً كنت أضع الأكس بوكس ون أس واقف حتى بالقطع حقتها يصير ممكن يطيح بسهولة كم مرة دفيته ببغة يطيح أنا أركب من وراء كده أعرفت لأنني أشعر الأسلاك الذي لدي أكس بوكس ون أكس لا أشعر أنه أفضل قليلاً ليس بثابت 100% بالعكس أنا أعجب لي الكون وزن ثقيل لا أنا أحب أن أخاف لكن هنا الوزن فادة صار فيه فايت أكثر ما هو مضر صوت ما فيه الصوت ما جربت آتموس دوربي آتموس صوت الجهاز الفان المراحة لا أسمعت شيء مرة أصلاً عندي صجّة في المان كيف لكن أريد أن أرى ألعاب أكثر هذه المشكلة التي توقعها التي يواجهها جهاز الأكس بوكس لا يوجد شيء حصري بالضبط طبعاً إذا لم تلعب بعض الألعاب من قبل أنك محظوظ تأخذ الألعاب بأفضل أداء لكن حالياً لا يوجد أي إعلانات ننتظرها من الأكس بوكس لعبوا أوراقها من رابحة كلها غيرز هيلو حتى داد رايزنج التي تنزل الآن حتى على بي ستيشن فور توقع النسخة القادمة تكون في شهرة 12 فما أدري ما يمكن يقدموني خلال السنة القادمة ممكن أوري أنا متحمد أن ترى أوري على الجهاز هم أظنوا يريدون أن يراجعون مثل أول أول كان يهمهم أن يكونوا أقوى جهاز أعرفت أوريجنال الأكس بوكس ليس 360 قبل كان أساساً أقوى جهاز فعلاً أظنوا يريدونها مثل ذلك وغير ذلك أنا أتوقع أنه قالوا تدري جهازنا سيكون أقوى من البرو فبيصير عندنا أقوى جهاز بشغل أحسن الثرد بارتي الألعاب الطرف الثالث فإنهم يأخذون طرف الثالث بعدين السنة اللي بعدها يقدرون يضعون الحصريات أنا هذا اللي أتوقعه لكن أنا يعني صراحة الودي ودي أنه كانوا يضعون على الأقل يعني ثلاثة أو أربعة ألعاب حصرية الغيمر الصدقي يرى الحصريات اللي يلعبها أغلبها تكون على السوني أي ما هذا هو أنا بالنسبة لي أنا أشعر أنه يجب أن يكون فيه حصريات بس أنا اللي قاعد أشوف أنه هذه هي استراتيجياتهم أنا مقبول عندي ثلاثة أكس بوكسات وآخرتها ما في ذلك الحصريات يا أقي لا أدل لسوني واحد الأكس بوكس اللي يميّلهم الصراحة الكاستمر سيرفرس عندهم وغير هذه الخادمات اللي قدمونها على الأكس بوكس الأكس بوكس الكاستمر سيرفرس عندهم ممتاز أي شيء تحتاج على طول صحيح أفضل من تحكي سوني سوني لا سوني بدون تعليق يعني ما في تواجه مشكلة تورط مو بسيء لكن حق الأكس بوكس حسيت أفضل إذا كلمتهم أنا يعني حسابي أمريكي صحيح فش اسمه لما أكلم كاسمو سيرفرس أمريكي وهذا على الطول سري سري حلول المشكلة في سوني لا الأكس بوكس الأكس بوكس سوني لا يعني يتأخرون شوي وبعدين سوني مشكلتهم بعد أتوقع ما ذلك وحدة المشاكل التي واجهتها كل شوية واحد يردع لي ما ليس نس الشخص يردع عليك فكل واحد يرجع يدلك ما هو الموضوع يفهم نقطة واحدة غلط ترجع تفهمها ترجع طيب شو في اللي صار قبل فلين مرة وحدة المشاكل يعني قلتنا خلاص فأخذ العمل أنا بصراحة أنا ما جربت إلا الأمريكية سواء كان أكس بوكس أو البلاي سيشن أو النتندو كان ودي أجربين في السعودية لكن أنا عندي حسابات من أول قديمة فالبلاي سيشن هو الوحيد الذي عندي حسابين واحد أمريكي واحد سعودي أنا بالنسبة لي أعتمد على الأمريكي إلى الآن عند الإماراتي نادرة ما أستخدمه مع أنه أحسن أنك أنت تأخذ المحلي أكيد حتى تدعم وهم يصيرون يستطيعون أن يبيعون عندك أكثر صحيح بس متعلقين نحن نزمان أعرفت من اليوم وغير هذا حتى كمية الألعاب التي تصدرناك أحيانا تكون أكثر يعني مثلاً أذكر مكتبة بلاي ستيشن ون على اليوم بلاي ستيشن ثري كانت وصل الألعاب بلاي ستيشن ون على الأمريكي قبل أوربي حتى وكان غريب يعني بعض الألعاب هذا أول لكن الآن خلاص الآن تقريباً متساوي هذه الآن عالمياً تقريباً حتى اليابانيين قليل منهم تقريباً حركة أنهم ينزلون لعبة باليابان وبعدين بعد سنة يترجمونها قليل مثلاً مثل دراجون كويست الذي تأخره فان الفانسي لا نزلوها كلها مع بعض لماذا ذكرتني أنت لمست الجرحة الآن لكن لا شوف بالنسبة لدراجون كويست يزاهم الله خير يعني يوم أعلنوا أنهم ينزلونها للغرب قلنا الحمد لله شكراً لأن سكوير لا أدري بس مؤخراً قلنا أن يدفون ألعاب الاربي جي بشكل كبير تقريباً من أيام مثل ما كنا نقول أمس من يوم ما يأتي لكي تشارم برايفلي ديفولت وشافوا أنها باعت فدزوا ألعاب الاربي جي ودراجون كويست صار لهم فترة يعني من السنوان الماضية استغربنا قاعدين يدفون ألعاب يا بولك دراجون كويست هيروز وان وثو دراجون كويست بلدار كلها السبين اوف كلها السبين اوف كلها السبين اوف عشان يروجونها حتى يعني دراجون كويست سيفن ريميق مال 3DS لا توقعنا أن نرى أبداً ما توقعته تفاجأت فيه طويل أو لماذا أجابه عندك حتى لا أريد أن نبعد عن الموضوع ولا أقاطعك بس هذه التجربة كانت حلوة مع الأكس بوكس وان اكس نحن ندراجون كويست نحن ندراجون كويست ننتقل شيء ثاني دائما نحن نتكلم عن أجهزة دبي أنت لعبت S&S Classic نعم جربت لـ S&S Classic اللي هو سوبر ننتندو جربت عليها طبعاً اللعبة طفولة حق يوشي آيلند يا أخي مرّ رهيبة اللعبة يا أخي في سكستين بيت نعم 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 فنانين اللي يعلمون يلقي القطول البيضة وهي حمرة ترميها مرة ثانηة وعلى رهيبة هيا رائمن ساتن ونتقتل يعتقد النظرية انا ماريو ها شرير لان يستغل لوحشي ويرمي في homme المترجم للقناة كتناسية أنه كان هناك تحولات اليوشي و الكوبتر هذه كتناسية مرة مرة رهيبة لعبة أحد ملعب لازم يلعبها أنا أراها يعني شبتها زينة بس تطفشني لا رهيبة أنا تطفشني فيها تنويع وفيها كل شيء في سوبر ماريوولد طبعاً يجب ماريوولد تجرب ستارفوكس 2 يجب أن تخلص مرحلة أولا في ستارفوكس 1 نعم هذا ما قمت وماذا تجرب من داخل الكوكبت أنا أعرف أن ألعب أحسنت أنا لا ألعب ستارفوكس 2 خلاص لا ألعب هذه اللعبة جيدة ستارفوكس 2 الذي كانوا سوبر نتندو لا يلعبون اليوم لا أبداً أبداً يعني إذا كنت لعب قبل إذا كنت لعبهم قبل ممكن تستحملهم إذا عشتها الأيام بس لأي أحد جديد ما توقع أنه حتى يجب الألعاب هذي همون زي سارفوكس 64 64 عادي 64 عادي ممكن أن ألعب الهين بس ذلك لا ألعب طيب وغيرها؟ هذه اللعبتها الآن فيها ألعاب واجهة زيادة بس يجب له وقت طيب سعيد أنت لعبت سونيك فورسز نعم لعبنا سونيك فورسز لماذا كنت أعذب نفسك؟ لا أمنوع لك أن أعذب نفسي لعبتها في ثري وعبتها في ذاوية ممكن لا 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 صراحة لا يا إخوان سونيك مانيا رهيبة أكيد سونيك مانيا كانت ممتازة لأنها تسلمت للفانز لا تسلمت للستوديو فعرفوا كيف يضبطون اللعبة صح سونيك لعب ثري دي تقريبا أفضلها كان أيام دريم كاست تقريبا أفضلها حتى على وقتها نعم لا تتعلم مع الزمن لا تستطيع لعبها لا تستطيع لعبها 2006 كانت سنة النكبة طاح سونيك بعد الريبوت الخائص 2006 خلصت أنا بسونيك خلصت نفسي 2006 لا تستطيع لعبه الصراحة وبعدها طبعا توالت الألعاب سونيك من بعقبها لم أرى خير طول الفترات هذه باستثناء لعبتين جنرائشن وكالرز هؤلاء ممتازين نعم جيدات جدا إلى ممتازات هذه اللي خلنا نتأمل فيها خير سونيك فورسز أنها كانت من نفس الفريق حتى هم في دعاية كانوا حاطين لأنهم يعرفون أن الناس مبسطة على جنرائشن وعلى كالرز وكالرز في رأيه إلى الآن ما زالت يمكن أفضل وصلتنا إلى الآن فورسز يعني فورسز فيها حس رائع جدا لأنك أنت بتلعب بشخصية إضافية أنت تسويها كاستمايز فتختار حتى الرئيسز الموجودة في سونيك سواء قنفذ كلب أو ما أعرف كيف اختار ما تريده الناس مبسطين عليها في إنترنت يضعوا لك أشكال مرة كذا أعرف فهذا العنصر رائع ترى كيف سونيك معك يوم يلعب معك كمون بادي هذا العنصر كان جدا جميل المراحل متنوعة بين سونيك كلاسيك سونيك الذي هو مثل ماثبتة نظريات الفانز أنه نفسه من سونيك من سونيك أوك فمرحلة تلعب بسونيك نفسه المودن سونيك في مرحلة كلاسيك سونيك في مرحلة أنت و سونيك مع بعض الشخصية تلعب مع سونيك وهذه كانت الأفضل اللعب سونيك هيروز كانت ثلاثة مع بعض هذه كانت اثنين مع بعض واللعب كان جدا ممتاز المراحل جدا قصيرة عكس المراحل السابقة وأنا أرى هذا توجه ممتاز جدا لسونيك مثل ما قلت لك الجيم بلاي الموسيقى جدا رائعة هذا شيء أبدا لا يخذرونك فيه الموسيقى في سونيك أنا لا أحب الموسيقى في سونيك أحب الأشياء التي تلعب ثري دي ممتازة حتى الفوكل حماس مجملا التجربة كانت جيدة جدا لكن ثلاث ساعات ثلاث ساعة ونص ثلاث ساعة ونص ثلاث ساعة وخلاص أعرفت دقيقتين أو ثلاث دقائق أذكرت لي شفت فيديو حق دونكي فيديو جيم دونكي لعبها يقول يسفل فيها بعدين يقول هم عارفين أن ستيم عندهم أنه ساعتين تلعبها لما تسوي ريفوند واللعبة خلوها ثلاث ساعات أنا أتوقع أنه صدفة بصدق لأنه عجبتني ثلاث ساعات حتى سونيك كانت كثيرة حتى كلرز كانت تتوقع طويل لكن هذه كانت كثيرة بزيادة لكن سونيك عادة هي ألعابها كثيرة لكن الفكرة ليست أن تخلصها مرة واحدة ترجع تلعب وترى الأسرار الموجودة في المراحل لكن فورس شكل أنه شكل أنه فقط دوس فورس بالضبط يعني هذه لا ترجع تلعبها مرة أخرى عرفت مجرد ما خلصتها خلاص انتهى الموضوع كثروا لك من الشخصيات يابعوا لك الشخصيات من كل أجزاء على أساس أن يسووا تحالف مع بعض وحطوا لك الجو نهاية العالم وحاربة ومادر كيف وبصراحة ضبطوها لكن تبقى مثل ما قلت لك اللعبة فيها مشاكل وائد البوس فايتس يعني مقارنتهم بالعاب السنك السابقة كان أفضل فتل هذا المرة يمشي على نظام واحد ف وتمل مانا لا يتغير أبدا الباترن لين حتى الفاينبوس وأنت تقريبا تقاتل بنفس الطريقة لا يوجد شيء أبدا فيه المراحل مثل ما قلت لك لا أبدع فيها أبدا يعني طريقة تصميمها كان جدا جدا عادي متكررة جدا البيئات اللي تلعب فيها فمع الوقت بدأ تميل منها وخلاص تخلصت في ثلاث ساعات تتوقع هم عرفوا إذا خلصت في ثلاث ساعات بترضى خلصت في أربع ست ساعات او تميل منها فحاول يحط إنوعون يعني يحط لك والله مهمات يعني أن فينا لاعب ثاني يحتاج مساعدتك تعال دخل على المرحلة مالته إلعب بالأباتار ماله مثلا أو شيء من هالقبيل بس ما تحس أن في شيء حمسك ترجع تلعب اللعبة فتخلصتها خلاص انتهت يعني ما في أي شيء مميز أنا مش فان كبير حق الألعاب التي تجمع لك شخصيات من كل مكان بس لي مجرد أنه للشو يعني يجب أن يكون فيه فيه بربيس أو فيه يعني معنى لكل بالضبط على الأقل له خلوني ألعب بالشخصيات هذه كلها أو على الأقل ناكلز أو ألعب تيلز ممتاز بس كلاسيك سونك صار مستهلك حتى دوره في القصة يضحك دخلتها وطلعتها كانت تضحك ما في لها أي معنى أبداً تحسوا أنه أهانو أصنيهم يحطوا في اللعبة فسونك الصراحة استواها كان غير مرضي أبداً فريق سونك لازم لازم تعني أن يبدأ فكرة ويجيبوا حقين مانيا بس دخلوهم خليهم الرئيسيين أنا أتوقع أفضل حل تسلم اللعبة حق الفانس وهم يعرفون كيف تصرفون معها لأن أثبته كريستيان وايتهيد وجماعتها وغيرهم والله وايدين أثبته أن يعني هم لم يسوي ألعابهم ألعاب الفانس تسوق حتى على ألعاب سيجا نفسها فخلاص سلموا الألعاب لهم وهم يتصرفون ثقوا في الجيل الجديد يعني بسكم بالضبط وهم عندهم مشكلة عموما مشكلة البوست فورميلا هذه مسببت لهم أزمة لأنهم يستغرقون وقت كبير يصممون مرحلة لكن سونك لنه سريع يخلص المرحلة بسرعة فلازم يحطون شمار كثير بالضبط لماذا يحاولون نص المرحلة من 3D إلى 2D عشان يأخرونك فيعني ما أدري ما سيحدث ففعلا يعني ما أنصح أحد يشتريها على تخفيض وعلى البلاي ستيشن فور باقي الأجهزة لا تشتريها لا على بي سي لا على إكس بوكس ولا حتى السويتش سويتش ممكن أن تفهم لأننا ضعيف طيب بس باقي الأجهزة ما ضبطوها عليها فيها مشاكل أو 3D بلس طبعا إذا كان 3D مع البلس هذه فلصة عموما على سنة مالسحومة بالألعاب نفس هذه سونك حتى لو كنت فان سونك لا لا تحمس مرة لا تحمس لا تحمس مانيا زيان كالرزو جنريشن ومانيا طبعا أفضل أفضل بوائد أوكي طيب ثامر أنت لعبت راكت ليك راكت ليك راكت ليك على سويتش و أنا حتى لعبت راكت ليك جربت لي ممكن جيمين أونلاين بس كيف اللعبة معك؟ هذه على سويتش طبعا أي راكت ليك راكت ليك بصراحة نبدأ مطورة ننقلها زي ما هي بستين فريم أسويتش لا أدري أنا لعبتها بورتبول بس أحس أن بورتبول بس أحس أن يعني هي إذا أن تمشي بكسليتت على خفيفة إذا تمشي ما هتحس إذا تلعب إذا وقفت خلاص بيبين أكثر أكثر يعني ما أتكلم عن راكت ليك لو أريدي عارفين راكت ليك بس أكثر شيء ممكن أزعجني فيها شغلتين المنيو الاختيارات المنيو كيف تسوي مصمم أكنها منيو بي سي شوي أعلى شاشة صغيرة بعدين لا تستطيع تسوي تتنقل كذا يمين يمين فوق تحت أنا ألاحظ جاغلة ترى هو الذي نقل اللعبة على السويتش الذي يقوم بورت نفسه الذي يقوم بحق دوم أيضا هو بانيك بوتن ما أهم التكست مرع البورت نعم لا بدوم أو لا بنيك حتى ركت ليك؟ نعم مو سيونكس نفسه؟ لا لا الذي يقوم بورت البورت بانيك بوتن أعرف؟ لا أعرف تكست تكست مو قاعد يسوي صحيح تكست صغير حسنا الماتش ميكينج سريع أي زين لا أعرف من الماتش ميكينج لا أستعبتها إذا ألعب معنا هل يحقين بي سي أو لا؟ لا الآن ما بان عندي لا أعرف ما فهمت أن تلعب مع حقين الأكس بوكس وحقين بي سي بس 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 أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف أعرف إذا كان لعبي لا أعرف أنا أعرف الآن لا يوجد سيارات سكن ماريو لا أعرف حسنا إذا أعرف أحد من الأكس بوكس أو الأكس بوكس أعرف مفروض يأتي أعرف بس لا توقع لا توقع لا توقع لا توقع لا توقع تسويق تسويق المشكلة الثانية في اللعبة إنه إذا كانت الكورة بعيدة مثلاً أنت عندما قلت الهدف لكم بعدين الهدف الذي هناك لا ترى شيء لا ترى من كثرة لا ترى لا ترى على الجهاز والجهاز يصبح ضعيفاً بعيداً الكورة لا تستطيع أن تستوعب أينها لأن هنا أغلب الملعب فيها النارة والإضاءة والجمهور لا ترى فلا تعرف أين الكورة طبعاً أنا دائماً أفعل على الكورة فلا عندي مشكلة لكنني أستطيع دائماً أذهب لكن إذا كنت بعيدة أرى أينهم أو مين اللي ضد لا أستطيع أن أرى عاد عن ذلك اللعبة ممتازة أنا لعبتها على دوكت أنا لعبت دوكت نعم لعبت دوكت على التلفزيون وكان جيداً واضح الفرق في الوضوح والغرافيكس بينه بين البلايستيشن لكن كان عادي سليمة تعتقد أن ألعبها أنا ألعب على البلايستيشن على التلفزيون وعلى سويتش إذا أريد أن أشعر نعم نعم ممكن ولكن حتى لو لم أشعرها على البلايستيشن والأكس بوكس وشعرها على سويتش هذا جيد ممتازة لم أحسنت أنها أثرت في تجربة لعبة لا أبداً لكن تلاحظ إذا كنت لعب بيس فور أو شفتها حتى لعبتها أنا في برى البيت شابك جوال وقال لعب عادي 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 حتى في البيت يطلع لي بوتس حتى في البيت يطلع لي بوتس مقليلة لقد دخلوا عندي لا أدري لماذا أنا عادي لا ترى غيروا في السيرفر لا تخلي راكمندات اختار ريجان جربت أنا أضعت مدليس شرق الأوسط أول شيء أضعت آسيا كم واحدة وربا مدليس ويوم الريليس لم يكن هناك شخص لا أضعت أضعت شخص أضعت آسيا أضعت آسيا وصار يضبط أمريكا أمريكا آسيا ولكن ألاحظ أن إذا طلع واحد من نصر القيام يدخل بدالة بوتس فأغلب الوقت يدخل بدالة بوتس ولا يصبح فاضي ولا أنتظر ألعب بوتس مشكلة بوتس يستمر لا يلعب لا يلعب حسنا هذه كانت راكت ليج طيب شاب سعيد وثامر حتى أنا لعبنا السوبر بيت سبورتس ما لعبناها كلنا سوى أنتم لعبتوها سوى صحيح لعبنا سوى كيف اللعب؟ لعبنا ثلاث لعبين اللعبة على السويتش هي تلعب رياضات وكذا ميني جيمز وكلها تعتمد على الموسيقى الرذم أو الرذم موجودة كيف اللعبة معكم؟ موسيقى 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 كنا أربع أسافين وموسيقى وموسيقى كل واحد يرد عليك الكرة بالسرعة مختلفة فهي يجب أن تكون مستعدة لا لأنه لا يرمي الكيها يرمي ويقول با با يرمي ثنتين وانت عندما تأتيك تقول با كذا على نفس الرذب كما كانت 6 نس لم نكن رافعين الصوت في مكان عام فكنا محترمين لم نكن معي كنا لعب هدوء كما كانت 6 نس موسيقى لا تراها قملك لكن الطريقة يعني يرجع المودل اللعبناها يختلف المودل اللعبناها أربع أو ثلاثة وحيث منهم يضبنك لهذا الرمي وسريع فأنت بمنه يضرب بسرعة وفي بعض الأحيان يكون معه قنبلة فلاازم ما ترده له ولا تنفج القنبلة عنده وينقص من حياتك فكان فيها لازم تكون منتبه فيها حبكات فيها حبكات كذا معينة بس ما تقدر تلعب المودز كلها بنفس عدد اللعبين فيه مودز بس لعبين اثنين فيه مودات الاربعة ماكسموم فهنا كنا ثلاثة لعبنا المودات الأخيرة الاثنين واحد منهم الكويسة الثاني ما كان مرة الثاني واش كان الثاني اللي كان يميني واشار الكاميرا من فوق وتضربون على بعضكم وتقدر تضرب الكورة على أطراف المسار اللي بينهم وترتد كأننا ملعب كورة بس مستطيل صاير من القول للقول اوكي ما قدرنا ما لعبناها لأنه لازم ألعب التوريال الحالي بالأول كامل بعدين يفك المودلي عشان هذه مشوار وان اللعبة من تطوير هارمونيكس نفسي سووا راك باند ولي سووا غيتار هيرو وان واظن تو وغريبة طلعوا لك لعبة زي كذا ريثم جيم لعبة موسيقية وشكلها مو بشكل لعبة موسيقية غربية أبدا شكل فيها يابانية أنا فكرت فيها يابانية اي شكلها ستديو عندهم صغير كذا يعني يحبها الألعاب وقال يالله نسويها حتى تصميم الكاركتر هي لطيفة يعني كلعبة جماعية إذا حد يلعب معاك بتكون ممتازة بس توقع إذا لعبتها بنفسك بتمل منها اي وفي قطوة هنا في متابع لايف هنا طيب سوفر بيت سفورتس إن شاء الله ممكن أعطيكم تفاصيل أكثر عنها حكمنا يعني ما لعبناها إلا شوي الحين ممكن لعبها لأسبوع الجاي طيب اللعبة اللي بعدها عندنا خلنا شوف سعيد أنت لعبت كولد سبت ريبولت كولد سبت ريبولت كولد سبت ريبولت كيف هي لعبة كيف هي لعبة هي غريبة هي لعبة بطاقات شيء نفس يوغي وهافستون وقط استراتيجية في نفس الوقت وستراتيجية تاكتكل هناك مربعات هناك مربعات وفي نفس الوقت تذهب في نظام المونوبولي الذي يوجد داي سترمي هو يحدد كم تتحرك ما تتحرك على راحات كل دونجونز و دراجونز دي ان دي هذه بضبط لعبتها الصراحة لم أكن أعرفها من قبل يا بوها كان لن تصدارها قبل شهر 9 أو شهر 10 فقط حبيت أرى رأيت عنها بعض الفيديوهات وبدأت ألعبها هي لعبة طبعا نازلة من زمان على ساترم و البلاي ستيشن ولكن توقع كان في اليابان وبعدين أصدره نسخة على البلاي ستيشن 2 ونسخة للدي اس وأتوقع ما اشتهرت عدنا أبدا لم أكن أعرفها وحتى هذه اللي قاعد ألعبها حاليا نزلت السنة الماضية في اليابان 2016 والآن نزلوها والآن نزلوها عدنا فقلت أعطيها فرصة أجربها لا أعب التاكتكس هي اللعبة اللي لعب ألعاب نفس هرتستون أو يوكي يستمتع فيها بالذات ألعاب يوكي اللي كانت على البلاي ستيشن 2 إذا تذكرها كانت نوعا ما مقاربة لأن فيها مربعات وفيها هذا الشيء الوحيد اللي يحد من حركتك أنك تستخدم الدايس على أساس النرد نفسه النرد نفسه على أساس تتحرك في الخريطة فكرة اللعبة أنك لازم تسيطر على لأنه يقول لك أنه في ناس اسمهم سيبترز السيبترز هذين يستطيعون تحكمون بالبطاقات ويطلعون الأرواح اللي فيها والوحوش اللي فيها ويستخدمونها في المعارك على أساس يسيطرون على منطقة معينة فالمنطقة اللي بتلعب فيها نفسها بتكون مقسمة لأربع أقسام كل قسم يعبر عن عنصر معين مثلا هذا المكان يعبر عن عنصر نباتي هذا يعبر عن عنصر ناري مائي هوائي والوحوش اللي عندك طبعا البطاقات تنقسم بها قسمين بطاقات سبورت وبطاقات وحوش فالوحوش على حسب مثلا إذا نزلت وحش في منطقة وحش مائي في مكان مائي معناته هني بيأخذ بونز زيادة فيه اي اي اوكي عرفت إذا حطيت قربة وحوش ثانية حتى لو ما كانوا من نفس مثلا التصنيف زين بيسوون تشين مع بعض فيصيرون أقوى الشخصية اللي تلعب ضدك طبعا الشخصية نفسها تكون تمشي قاعدة تمشي وتحط الوحوش وتلف تأخذ لفه فالشخصية الثانية اللي تلعب ضدك إذا طاحت في منطقة فيها وحش خاص فيك مجبرة تنزل وحش على اساس يواجه من عندها بطاقة تواجه البطاقة لك وكيف تفوز تفوز بأنك تسيطر على المكان كامل زين وقبل الشخصية الثانية وفوق هذا عندك مثل منطقتين كل ما تمر فيها يجدد عندك يعطيك مثل مثل الفلوس الفلوس هذه تقدر تشتري فيها مثلا لا تشتري فيها ولكن تستخدمها على اساس تنزل البطاقات أو على اساس تلفل البطاقات لأن مجرد حسنتها قليلا من موضوع فعلا فيها من موضوع يعني اللعبة من موضوع من موضوع فيها من موضوع استراتيجية وفي نفس الوقت بطاقات فيعني نظائي لو أشرح يمكن اللي يسمع اختبص لا توقع إلى شوية هي معقدة معقدة شكلها حلو بنفسهم يعرفون حتى لو دخلت الويكي تلقاهم يقولون الكلام هذا لا يوجدها اذهب إلى السجن مباشرة لا لا تخاف لكن فيها مجموعة التوتوريالز ممتازة أول مرة اقتنعب التوتوريالز في حياتي لأن من يوم اشفت تريلرز اللعبة انا اقول كيف ألعبها فقعت إلى تقول كيا حبة 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 لحد ما تفهم فممتعة اتوقع لأن يحبون البطاقات والاستراتيجية بيستمتعون في اللعبة ممتاز عندنا آخر لعبة والتي هي وولنفونستاين الجديدة انا لعبتها دبي زي ما قلت نزلنا فيديو اليوم اي 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 لعبتها المدة يمكن أربع ساعات تقريبا اي طبعا لعبنا المقطع اللي يمكن شافوه الشباب وبرضو لعبت فيها جوية زيادة اخ شي جميل يا اخي تطلع الحرة فيك اللعبة وين رواح عن اللعبة هذه اي اي بيك شوف المقطع هو رواح حصر اا اوكي لازم لازم ما ادري اذا هو حرق بس يعني البداية مرة مرة تعطيك جو الشخص الاخرافي قاعدة تمشي بويلشير وتقطع في رجول العالم وتفقع راس واحد في هذه ايش سمونها الارم حقة الويلشير هذه اللي تكي عليها رأي اه تكي تكي اه اهم فينك مبسوط تفقع وجه فيه تعرف اللي تحسنك مرة خالع معنك ما تقدر تمشي اه اه برضو بعد وقت تأخذ اسلحة كشو قاعد تأخذ اسلحة تغير اه طريقة تخفي فيها شي حلو انك تقدر تتخفى تقدر تذبح ومدون ما يدرون عنك واو ما يجيك يعني اعرفوا داروا عنك طلع اسلحة وطلق ومعليك لعب لعبة مرة جبارة بلي بس خلو صعب لعبت اللي قبل لعبتها بس لعبتها موحف الشباب وهو اللي يمكن لعبها اكثر مني تحس تشعر فرقت عن قبل لانا سمعت كلام انه تحس استلهمت من دوم اي 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 تغيرت مرة شكلها تغير لعبت نيو أوردر اللي الجزء قبل بس شفت الثاني عنده و كنت ناوي اشتريها و كويس صار فيه تخفيض الان اي يا شيخ تخفيض اليوم يا أخي قهرني تخفيض هذا ايفل وذن و انا انقهرت ايفل وذن شريعتها أبس يا أخي تخفيض وين موجود على على الاتموكس لايف نفسه بس بلاك فرايدي صح احاق بلاك فرايدي ما توقعت مشكلة بلاك فرايدي سبوع انقهرت من ايفل وذن أمس شريهة امس شريهة بستين دولار انا بعد ما اشتريتها لانه سايبر مندي لانه قبل فرايدي لا 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 بعد فرايدي بعد فرايدي مسترى بلاك فرايدي صار اسبوع الان قبل السبوع بعد هو لا هو يوم واحد لكن يضعون الشركات تخفيضات من قبل يسبقون شوية بس لم توقعت اللعاب تونازل لا بدري لماذا تجيها تخفيض حتى لو يعني بلاك فرايدي عادة ما تجي يجي علىها تخفيض منافسة اوكي فرصة لا انا انا ما اجرب تيجز من وفشستان من قبل حلو 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 ما يعني صدق صدق ذكرت ليش انا كنت احب شوترز قبل عن الان انه نوالعب سنجل بلاير او كامبان يعني موب اون لاين انا سمعت ان حتى الحوارات فيها حوارات اخرى فيها ارهب وحش يعني او ارهب زعيم يعني تقابله يمكن الشي اسمها بلن تحس رهيب لا تحرك لا بيتذكر شي اسمها هي من اول موجودة اللي ما لاعبوا الجزء الاول لا تحرك مشكلتا شخصية خرفية صراحة انا اذكر حتى عندي طبعا واحد من الشباب سلطان وجه له تحيي حولنا الحمد برنامج سلطان ما شاء الله هو اللي لعدنا لعب الأجزاء كلها بس اذكر واحدة من الأجزاء كان اذكر كان يخبرني عن واحدة من الحوارات ان البطل يتحرك ونازيين طايحين من فوق فيقول اوه 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 نازيين بس ماذا بس ما ديش سالفت بدم سلطان اخر مرة لعب اللعبة وكان يكلمنا عنها يقول لي قاعد يكلمني سد قايق يمكن من دمج يتكلمني عن التيل قال تقطع ما دري كيف وتشوف الدم وتشوف اللحم وهو من دمج هو يشرح يعني شيء اكستريم تعرف لما يجيك عنف جميل هذا هو شيء غريب حتى تدوم نفس الشيء بس شيء غريب يعني شيء هالمرة بشر دوم على الأقل قول وحوش لا بشر نازيينة ما مباشر عادي في شيء ما قلت بس في واحدة من الأشياء التي تسويها لما تقرب من واحد تعطيه ملي ممكن يعني تطعن وخلاص انتهى الموضوع ايضا او ممكن يمد رجل على اساس يحاول يثبت تمسك رجل وتقطع رجل وتطع رجل انا 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 بعت فد من الشرح اللي كان يعطيني يا سلطان قلت له انت متأكد انك صحي رهيب لا رهيب لا تنفعل الصغار ابدا ابدا رواح لقى شيء استمتع في السنة هذه طيب وكذا خلصنا من فقرة العاب لعبناها ناخذ بريك الآن ونرجع لكم بعد الفاصل هذه الحلقة برعاية أساسنس كريد أوريجنز على أكس بوكس وون أنا ليس من أجل أنا ليس من قرار أنا ليس من قرار ورجعنا لكم بعد الفاصل قبل أن ننتقل فقرة 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 كما أنتم رأينا جالسين في الحديقة في البرد الجو جميل معنا بدأ يبرد الآن شوي كان ودي شباب يكونون موجدين لكذا هذا الصراحة قلوا لنا كيف إذا الشكل حلو أو لا طبعا اللي يسمعون بالصوت ما يقدرون نشوفون روح شوفوا في يوتيوب طيف ننتقل لفقرة الأخبار عندنا أخبار محلية صار في منتدى مسك صارت فيه أعلانات من سكوير إنكس ومن SNK وطوي أينميشن بس بالنسبة الفيديو جيمز سكوير إنكس وSNK وقعوا مع مانجا أنهم يجبون عقد السثمار ويكون معها أنهم يجبون شخصية عربية وبرضو مرحلة عربية في كينغ فايترز غير كذا سكوير إنكس وقعت معه وقعت مع مسك ومع ما ظلنا مع مانجا مانجا ماذا ماذا تعاون لرعاية المواهب المحلية في مجال ألعاب الفيديو هذا شيء جميل جدا أنا كذا رأيت رئيس كوير إنكس في الرياب وقابل المطورين المحلين وقابل المطورين المحلين وسوى زي المسابقة وشكا وشكا شاف الألعاب شاف الألعاب شاف الألعاب كله حكت المطورين خصوصا الأغلبة التي كانت في غيمورز داي شافها كلها وصار فيه جوائز الظاهر أو شهادات وشكا بعضهم أو إنما كانوا كلهم كانوا موجودين عندنا في الفيديو حق الاندي آور موجود عندنا في القناة صحي فتابعوها حلوة ترى يعني تشوفون وش المطورين العرب أو المطورين سعوديين وشكا شاف الألعاب ممتازة خصوصا الأنه هذه الأنه هذه في غيمورز داي ترى هم نفسهم أغلبهم اللي كانوا في غيمورز داي قاموا هناك نقلة كبيرة الصراحة اللي شفنا الأنه هذه في غيمورز داي يعني فعلا يخليك تتفائل ممكن من السنة القادمة ندخل مستوى عالمي على مع مطوري الاندي إن شاء الله إيه أنا وديهم ودي أنه يتحسنون شوي زيادة وزيادة يمكن أنه ما قدروا يتحسنون لأنه ما عندهم نفس الموارد اللي موجودة مثلا في اليابان ولا في الغرب صحيح فيمكن يتغير الوضع إن شاء الله اللي صار أمسا توقع بي يحفز زيادة يحفز أكثر ويساعد حتى قدوم يوشيدة يوشيدة يعلن عن مسابقة أذكر ويأخذ مسابقة تطوير العاب ستشهور أتوقع كورس شهر لا ستشهور ستشهور كورس ستشهور انترشف ستشهور ستشهور سوني شيء متواز فرصة قوية صراح خرافية وننتقل الأخبار العالمية أول خبر عندنا حوست ستار وورز باتل فرونتو نعم باتل فرونتو زي ما تعرفون أنه صار فيها مشاكل عشان المايكرو ترانزاكشنز لأن الجزء الذي قبله كان ينزل لك اللعبة ب 60 دولار و اللعبة ناكسة تشهر محتواه مرة قليل وحاطين لك سيزن باس ب 50 دولار صحيح وحاطين لديهم مراحل جيد تشهر أنه مئة وعشرة دولار على اللعبة كاملة بدل ما تشهر أن اللعبة كاملة تضافوا عليها فالناس لا يعجبهم هذا الشيء وهم قالوا في E3 الذي ستحر قالوا أنه لا ما رح يكون فيه إضافات بفلوس تكون كلها ببالاش الناس انبسطوا عليهم قالوا اوه اوكي زين سيغيرون أنا من الناس الناس انبسط سيضرون أنه اي 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 جاسي وحاطين لديهم مرحل جيد فقط وحاطينوا مايكرو تنزاكشنز وشنيعة شنيعة شنيعة مايكرو تنزاكشنز ليس شرطة أنها تكون شيء غلط لكن هناك شركات يخطئون باستخدامها صحيح أو حتى يطمعون باستخدامها دعنا نقول يجبرونك بالأحرى ايوه مثلا مثل اوورواتش اوورواتش مايكرو تنزاكشنز كلها أشياء شكلية صحيح فما تأثر مرة فهنا لا هنا سوالك مشكلة حطوالك شخصيات تفكوهم بكريدت معين يعني زي دارث بيدر كان بستين الف ستين الف كريدت ايوه وستين الف يجب لك تلعب واجد عشان تقدر تلعب واحد حسبها يمكن اربعين ساعة عشان تقدر تفكه نفس الشي تشباكا واللي يغبن وانت جاس تلعب تدخل على المنيو عساس أنك تبتغير شيء يقولونك يا موجود تقدر تختارها بس لازم نسوي الانلوك وانت قاعد تلعب يعني يعني لو سووها زي يعني في حد قارنها ما تذكر وين شفتها بس قارنها يقول زي ماريا اوديسي ما تدري اذا فيه يعني شي تشتريه جديد من الستور ما هو مايكرو ترساكشن بس يعني بس فجأة يقول لك هناك شيئ زيادة في هذا حلو الحركة هاي حلو الحركة هاي الجماعة يفتح لك اي 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 فهنا لا موجودة ويلا تقدر تشتري تاخذها بالمايكرو ترساكشن مدفع فلوص عندك سافة الكروت فيه كروت انت تحطها تنحرك اذا انت مت عشان تاخذها لكنك سافت لتحطها تأتي بلوث باكس او انك تشتريها بفلوص صدقية شي كذا في عندنا حال تحطين لك ام الميكرو ترساكشن ودافع سعر اللعبة كامل ودافع سعر اللعبة كامل ايه هذه المشكلة لو انها مطلسة لدخفة ، كان ممكن معدول على ساتة الانلوك الناس زعلوا قالوا دارث فيدرا لحين 60 ألف ماهو يعني منخ 30 ساعة و هذا ما ينفع قاموا بعملوا وقالوا بخمسة عشر ألف لكن ما فعلوا في مقافل هذا دعوا الجوازي يعطونك إياها بعد أن تفوز أو بعد أن تنهي كل ماتش أو ماتش قللوا نسبتها نعم قللوا نسبة أعتقد أنها نفس الشيء دعوا نقول أنهم يعطونك ألف وأنت تحتاج ستين ألف عشان دارث فيدر نعم هذه ضرب ستين صح؟ نعم فهذه خمسة عشر ألف أقسمها على ستين تقريباً يعني زي كذا تشعر أنهم لم يفعلوا شيء يعني تلعب في الأربعين ساعة أو تلعب في الأربعين ساعة نعم يعني بخصار حاولوا يستغبون المستخدمين اللاعبين فكان هناك استغفال صراحة أنا الذي رأيته لكن اليوم اليوم تلعب تصريح تلعب تصريح حطوا أسفين ومذرق تصريح من دايس طبعاً من دايس نشترنا حتى التصريح لا يطمن إيه حتى تصريح شالو قالوا بنشيل ماتبت الترانزاكشن خلاص كل لازم يلعب عشان موشي قف طفيناها طفوها طفيناها طفوها وقالوا بعدين حنشوف وما نشتغل عليها يعني ترجع نشوف أنا توقع تأثير ديزني ترى كاميكيماس طلع بكاميكيماس طلع بكاميكيماس موشي عدته ورانا فيلم بده ديزمبر بس هنا أكثر شي كنت تابعوا أنا ما يهمني سر واس بس تابع النكتر اللي طلعت علي خربيه رائب هناك من يضعني بوستر من الفيلم قال اي اي نيو بورتبل كونسل يضعني الاتي اي اي ماشين لتدفع هناك من البوستر كانت رهيبة الذي يقولك لك لكي ترى هذه الشخصية ادبع المبلغ الوغلان هناك من قالوا انهم يقومون بشوتر جديد اي اي وقالوا وفي شيء ما عمركم شفتوه الناس تقول اي اي صحبنا شفنا نوت كريد من قبل المشكلة اي اي كلتا صريح يزيد يعني يخلي الجمهور ينفعل اكثر المشكلة انا لعبت باتل فرونت انا لعبت البيت السنة الماضية مالت باتل فرونت وان انا لعبتها وانت لعبتها اذكر كنا انا تقريبا وخمسة من الشباب معاي ولا واحد فينا فان ستار وورز ولا واحد فينا بس تحمسنا معاها دخلنا اجواء ستار وورز على الموسيقى استمتعنا باللعبة اللعبة حلوة دايس شاطرين ترى بالبور دايس المتازين دايس المتازين بس عندهم شركة وراهم بالضبط هاي مشكلة هو اشوف هو مشكلة انه الشركة هذي لا مشكلة الشركة هذي اي 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 عندها مستثمرين واجد في البابلك يعني صحيح عرفت فنظام الشركات زي كذا خلاص يعني لازم يلاقون اي طريقة يطلعون منها فلوس فهمت لون طريقة اللي هم ممسوينها فعظم يا اي 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 وشعبيتها كبيرة ايه فما ادري وش بصير اه يا انا انا توقع يمكن الشير هولدرز المستثمرين ممكن يبيعون احصاصهم باللعبة فمون باللعبة بالأي اي نفسه ايه ممكن ما تدري وش يصير على حسب اذا والله صدق ما باعه واخسره واجد بصير هذا الشيء انا توقع يعني واذا صار هالشيء ممكن هم ويحاولون يرجعون مرة ثانية بصيرون يطلعون لك العب زي الناس يصير ما فيتر هذي صفعة يفتاهلونها ايه يستاهلونها المشكلة انا ما ادل ليش الناس ثارتها الان ترى الموضوع من زمان من يوم الناس كانت تضاربني على شدو وانا اقول لا حتى ترى حتى هذه فيها والعن يعني بس فالمفترض ان هناك اخبار سبحان الله تكون طالعة من زمان بس محد ينتبه إلا لما تنزل اللعبة نفسها في حينك كان لعب لنمكنوا نجربوها للأخبار بعض الاحيان يكون فيها مبالغة يعني ايه فلما انت تجربها من نفسك وتشوفوا ما فيه او على الأقل تعرف التفاصيل وما هي بالضبط لا خلاص ما وديك تشتريها انا مثلا كنت هاه اشتريها او ما اشتريها نزلتها بالأي اي اي اكسس وسألحي ملعبتها انا تراكد متحمس وكذا مرة قلت حتى في البودكاست كنت اقول انا بشتريها بشتريها الشباب طعامين لا يصدقوني تشاذبوني يقولون انت مستحيل تلعبها بس بالذات انها فيها كامبين والكامبين اللي كاتبنا نفس اللي كتب سبيك اوب دي لاين تذكرونها فالقصة كان محتمل على الأقل تكون جيدة فهذا واحد من الأشياء اللي حمستني كثير من الأشياء مثل ما شفت احد يتكلم عن الكامبين هذه لا لا أنا شفت رفيوز شفت هذولي قيم رانكس يقولون كامبين حلو يصير بس حلو بس حلو في يعني دمروها دمروها اي اي دمروها ولكن هي مجبلا كلعبة جيدة جدا في عكس المتازة يعني اتوقع حتى ماش جيدة تدخلك فعلا عالم ستار وورز دخل نشوفوا ما يقومون بها في العاب ستار وورز الثاني توقع في استوديو قفل كما سكها بسرل كان مفترض تكون لعبت تخصص اي اي تدفن استوديوات الآن صاير طيب ننتقل الخبر اللي بعده عندنا اخبار عن دستيني 2 كورس كورس أوسايروس كان في ستريم الأسبوع هذا مالك عندي الموضو عندي الموضو عندي الموضو المفروض يعني إذا رواح موجود أوكي رواح ليس موجود ما نتكلم عن دستيني 2 أشوف في فيه أشياء جديدة لهاي توصية من كنت ألعب هذا السنة يعني بعدين توصية من رواح خلاص عشان رواح طبعا الريد بيصير فيه اضافات جديدة نفس الفايثن نفسه بس بيكون فيه غرفت جديدة و بيكون فيه باس جديد برضو شي حلو لأن الفايثن ريد خلاص اللي تقول تقول خلاص تفاشنة لنبي شي جديد شي زيادة سيكون هاند كانون تقول أن الانوميشن تغير حتى ماذا اسمه؟ جون وزناوسكي حسنا ماذا اسم صعب وزنوسكي سينير جيم بلاي ديزاينر لمح للموضوع انه شكل هاند كانون تتغير لأنه صديق لا تسوى انك تلعب هاند كانون هاند كانون في الجزء الاول ممتازة جدا من موجودة الآن أيضا فهذه فقدناها شكلتك تتغير مع الرا decentral ديسمبر الخامسة نعم شيء حسنا حسنا الخبر الذي يبدأ به نينتندو استيديو يقولون انه سيقومون موفي لـ Super Mario Brothers أين يكون أعمال سيكون نفس الستيديو الذي يعمل ديسبقابل مي يا أخي المفروض يكملون على السوبر ماريو لا لا هذاك سيئ أصلاً ننتده لا تعترفي سوبر ماريو براثرز موفي أوه ما؟ لا موفي سيقول لك بي نزلون سوبر ماريو موفي بيكون توقع ثريدي اناميشن داما مسكين حقين ديسبقابل مي سوبر ماريو براثرز موفي حقين مينيونز و ديسبقابل مي خبر اللي باده عندنا مبيعات الأكس بوكس وين أكس في بريطانيا في أول أسبوع باعوا أكثر من ثمانين ألف حبة مقارنة هن ببلاي سيشن فور برو اللي باع خمسين ألف في أسبوعه الأول سن اللي راحت وحتى السويتش كان يعني هو أكثر من أول أسبوع السويتش طبعاً أنا شخصياً ماني بمرأة أهتم بالسوق البريطاني لأنه ما يمثل السوق العالمي يعني أمريكا أوكي سوق كبير اليابان مستخدمين لألعاب كثير أوكي يمكن موبايل حين أكثر صحيح يمكن أن يكون ناجح أكثر من الأكس بوكس الأول أو ناجح أكثر من البرو دعنا نقول الخبر الذي بدأ عندنا في تيكن 7 يضيفون شخصية نوكتس من فانل فانس 15 ينزلون في ربيع 2018 يا أخي شفت العرب؟ شفناي يا أخي ضاطينا مرة مرة معني أنا شخصية نوكتس ما تعجبني كشخصية يعني لكن حركاته ومدر إيش في تيكن مرة رهيبة مرة مرة رهيبة لأنه عنده وورب سترايك عنده يطلع لك سلاح بعد أن يخفيه ويطلع لك سلاح ثاني هو عنده نفس حركاته هذه ففتين بس الكاميرا ما تساعده نعم الكاميرا ذهب تأكيد عين واضح تشوفه كل شيء لا لا شكتر رهيب أحس مكانه فيه في سول كاليبر أفضل من مكانه في تيكن صحيح لكن يبقى غيم بلاي مال كان ممتاز نعم وحاطي لك أنه هو صاحب لارز قاعد يصيلي معه في التريلر بس في شيء غريب كذا اللي حسب أخي كما تشوف التريلر الفايت اللي طلعوه بالمحطة البنزين الففتين هو بالعادة الففتين داخل المحطة لا يوجد فايت فطلع شيء غريب بالفيديو لا حلو لأن المحطة فيها كذا جميلة جميلة فيها تفاصيل يعني حلو أن يضعنا هناك خبر اللي باد عندنا The Game Awards اللي كل سنة يسويها جيف كيلي سويها و ألف مروق السعودي غيمر انضموا للقايمة المواقع لجنة التحكيم في The Game Awards و الآن The Game Awards لديهم ألعاب السنة النوميشنس ستكون بحثين 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 ياكوزو زيرو لا نناقشه بحثين نذكر الألعاب لدينا بحثين برسونا 5 و هورايزن و هورايزن zero dawn أنا أتفق معهم على كل شي معده بوب جي لا معده بوب جي بحكم أني أنا ما لعبتها يعني يمكن لو ألعبها أقول لا تستاهل عرفت بس السؤال فيه فيه نقاش صاير في الإنترنت أنه هل بوب جي تنفع تكون game of the year دامة هي لسه early access ولا لا أنا بالنسبة لي أشوف لا مانع اللعبة قاعدة تنلعب الناس قاعدين يمبسطون عليها ما في مانع وأنتم شرايكم فأنا شوف هنا دامنها لعبة مش كاملة فهي خارج التصويت نهائيا إلا أن تصدر يلعبونها شريحة أكبر يعني شوف ممكن صح عليها بأن المبث كبير في تويتش في فيديوهات كثيرة على اليوتيوب بس يبقى أن مشكلة المستخدمين اللعبوها البلايستيشن فور ما أخذوا الإكس بوكس ما أخذوا الإكس بوكس ما أخذوا الإكس بوكس بعدهم تنزل على البلايستيشن بس أولا تنزل أول شيء للإكس بوكس في طلع أو إشاعة كانت لكن حصريا تكون على الإكس بوكس بس حصرية مؤقتة فيما بعد الكلام اللي سمعنا أنه قادمة للبلايستيشن فور هو شوف في إشاعات أنها تنزل البلايستيشن فور لكن إشاعة هذه كانت قبل إشاعة ثانية أخذت أن مايكروسوفت يمددون يمددون الحصرية نعم لكن لا أدري الصراحة أنا نفس الشيء لا لعبت اللعبة بنفسي أشوف أخوي لعبها ومبسوط عليها بس بس لا أدري أحس أن الفرصة كان مفتارة بتعطى لي اللعبة كاملة السنة هذه نزلت بابجي كان بإمكانها السنة القادمة تحتل أي نفس المكان نفسها نفس أفورووتش لأن إذا بنمشي على بس الإيرلي أكسس بس معناته في ألعاب ثانية لازم تدخل ضمن التصنيف وهذا بيسبب لنا خبصة بعدين حتى لو اعتبرناها كونها استثناء بابجي بس أشوف لا لو حولوها السنة القادمة بعد ما تنزل بشكل كامل أفضل لأن الآن وجود بابجي في التصنيف هذا ضيع على ألعاب ثانية بالضبط يعني حتى السنة هذه كان فيها ألعاب كثيرة بالضبط يعني متستاهل أن تكون موجودة برضو لسه أرلي أكسس وكان فيها أنواع المشاكل ترى اللعبة لسه ما هي فيها مشاكل واجد يعني لما تسوق سيارة ترى بالتعاين معها بالنسبة لي زيها زي موضوع اليوم أنهم يرشحون ديالسي حق ذو ويتشر أنا أشوف لازم ترشح لعبة كاملة خلاص يعني انزلت مو ديالسي مو أرلي أكسس صح في عندك تصنيف أوردي خاصة توقع بالديالسي الصح أو الكسبانشن ممكن نحسبوه هناك ممكن نعطيها أحسن شوتر ممكن بس ممكن حتى في السكشن والمالتي بلاير ممكن برضو بس ما نحطيها لعبة السنة وعلي أساسك ترحوا لعبة السنة؟ ما هي الشيء اللي في اللعبة خلاهم يقولون لعبة السنة؟ هذا شيء من علم الغيب أنا أتوقع اللعبة استنسنا عليها رهيبة ضربة شعبيتها كبيرة كل بساطة يعني هي اللعبة حلوة لعبة تنبسط لما تلعبها ممتازة بس مو بـ Game of the Year بالضبط يعني مو لدرجة Game of the Year لأنه في لعبة ثانية تستهلنا تترشعك أنا عندي لو بغير في اللستة هذه أبشي البوب جي وضع ريز ستيفل سفن يا الله أخذ لك بس ممكن بس منها في ألعاب غير متوجة ترى في السنة هذه منها ياكوزا منها نير حتى نير ممكن تنحط نو صح نير مش موجودة منها ريز زنت ايفل لا نير مش موجودة موجودة في كل باقي التصانيب موجودة في التصانيبات الثانية مثل رول بلايينغ وهذه ممكن نتكلم عنها بعد شوية ياكوزا أنا أرى أنه ممكن ما تدخل في التصنيبات على الأقل إذا لم تدخل في غيم مذيير يمكن أن تدخل في النارتب يعني في القصة توقع قصتها كانت ممتازة ممكن تدخل كنوم نيشنز بس أنا لا أرشحها يعني أنا استمتت في اللعبة ماذا يعني تصحاقت مرة بالنسبة لي أنا يمكن ذوقي ذوقي لا فاهمة بس يمكن لنا اسلوبها أنا فاهم عليك هي اللعبة أخر يعني أنا أحب الأشياء اليابانية كذا بس آخر كامل من شابتر لا تجاملني عادي سبها لا أنا ترى ألعب ألعب يومية أكثر من العارب أدري أنت فان كرونو كروس كرونو تريجر بس آخر كامل من شابتر في ياكوزا عموما دائما يكون يتسارع بشكل جنوني الأحداث تتسارع اللعبة تدخل في منحدر متسارع لا توقف ليلة النهاية صحيح أنا ليلة نص اللعبة عجبتنا القصة وبعدين دهوات أنا والله أنا أبدعهم في التويست مثلا في ياكوزا ترى حتى بالنسبة للألعاب ياكوزا الباقية أشوفهم فعلا تفوقوا على نفسهم في زيرو لأن حطوا القصتين أول شيء قصة في توكيو قصة في أوساكا كيف تحسوا أن الأثنين هذه المواهنهم علاقة ببعض الأحداث التي تحدثت مختلفة شخصياتي يجبونها مختلفة وبعدين صار ربط واحد بس كان غريب تعرفون في واحدة من الشابترات التي يقول أيوة وصلنا وبعدين تبدأ تشوف كيف الأحداث تبدأ ترتفط ببعضها البعض غير هذا يعني من ناحية قصصية ياكوزا تتفوق كسيكول تعرف صناعة سيكول مش سهلة عفوا بريكول لأنها تعتبر أحداث بريكول الممهدة أحداث التي لا قبل الأحداث الأساسية التي رأيناها الفريق ترى الفريق يعني حطلنا الفريق على أشياء صارت بعدين نزين وثقها بشكل ممتاز هنا نعم لا أعبت الأجزاء الثانية بضبط هذه هي بتلعب الأجزاء الثانية بتعرف يمكن يمكن أصير يعني أقدرها أكثر لو أني لاعب الأجزاء الثانية بالضبط بالضبط أنا أول مرة ألعب يوكزا دخلت بزيرة على طول لا أخلص الآن الآن أخلص أو أو شيء قلت أوكي ياك القصة بعدين لا أخلص مرة مرة قوي بعد أول ما تخلص أول بوس فايت أوكي اللعبة تبدأ تصيرع مرة عميقة تعلمك على الهياط المميز فيها أنك أنت مهايوي لن تجرد أي حد حتى لو حاك رينك اللعبة تشثتك تخليك تلعب ميني جيمز تخليك تلعب سيد الكوز يعني مرة مرة حسنا هذه بالنسبة للجيم وورد سنرجع لها كانوا حطين تصنيفات ثانية أحسن ميوزيك أحسن لعبة أكشن أحسن لعبة أربي جي تدخل الموقع عندهم وتصوت وتصوت تصوت كما يفيد لماذا؟ أتوقع تصويت المستخدمين في كم نومنيشن بس حاطين لأن في النهاية لجنة التحكيم التي تحكم على باقي الأشياء أو يمكن أن يجمعونها تصويت الجمهور بسيطة صح صح تصويت الجمهور يؤثر الظاهر إلى 50% وفي أشياء فقط 10% بسيطة لكن هناك شيء غريب في الأورت أيها هناك كاتجوري جديدة هناك ألعاب صينية نعم نعم هناك ألعاب برعاية تظاهر شركة رعاية شركة نعم لديك الغريب تفردت فيه لعبة 3DS كامل لا يوجد ألعاب 3DS لا يوجد ألعاب 3DS لا يوجد ألعاب 3DS ثم ألعاب 3DS ألعاب 3DS لا يوجد ألعاب 3DS هاند هيد هالي بتروح بالذات أن الفيتا طلع من المنافسة نهائيا نعم ما الفيتا؟ ما سمعت الفيتا؟ لا لا كان جهاز رهيب أرحمه كان جهاز كان فيه دانج الرومبا بس مادر هل تحسس الفيجول نوفل يمكن شعبيتها ضعيفة؟ ممكن بس يمكن دانج الرومبا لأنها موجودة حتى على الكونسور يمكن صحيح طيب كذا خلصنا من فقرة الأخبار وننتقل إلى هاشتاق الهاتف بعد أنتم أول مشاركة عندنا أول مشاركة عندنا يامن بابليك يقول تحية لطاقم عمل ألعاب كلهم إلا رواح يقول سؤالي لكم ما الذي تفضلونه؟ لعبة قصتها قوية جدا جدا أو طريقة لعبة حلوة؟ وأي واحد أثر قوي عليكم؟ توقع تربين على ألعاب لا يوجد قصة وقط جيم بلاي صحيح أنا بالنسبة لي نفس الشيء الجيم بلاي دائما هو الكور نعم بس في ألعاب أصلا ما فيها جيم بلاي هي الجيم بلاي حقها القصة مثل الألعاب الفيجوال نوفل صحيح؟ والفو مانكس أصلا ما هو أكبر مثال هناك ألعاب تبدع في جزء معين بشكل كبير بحيث أن تندمج معها الجزء تتغاضع عن الباقي بالضبط بس أنه بشكل عام يمكننا كلنا نتفق أنه جيم بلاي جيم بلاي خلاص لأنه في نهاية هي لعبة صحيح ويقول ما فكرت فكرة فقرة 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 تشيبي الأحمري متعددة اللهجات نعم نغصب أحمد الأحمري يقول نريد أن نصايح منكم البرنامج بودكاست بيوند ونتشرف باستضافتكم مرة ثانية تحياتي أعطيكم العافية وصح عليكم أنكم بدايتوا لكم بودكاست أنا بالنسبة لي وقاير لكم هذا الكلام قبل اللي هو الاسم بيوند أظن أنه لازم يتغير كوبيرايت وهذه هي نصيحتي لكم عندكم نصايح لأينا لكم لا أقول حق عبدالله الباحوذ زين أنك لعب في نير وتماتى بعد ما كنت تقول له زبالة حاليا من بهر واليوم حط حرقة لا تحرق عن الناس خلال الناس تفتمتع شوفت كيف حط حرقة كيف في وجه الآن يخلوا يا كبتن لحظة حسنا المشاركة اللي بعد عندنا فيصلوز يقول ليه ما حد يهتم في ألعاب مثل XCOM Civilization Command & Red Alert هل الناس صارت أقل ذكاء أم لا شركات أصمحت أغبار ألعاب استراتيجية دائما لا تأتي جمهور كبير لا تأتي جمهور الخطف أليك أنت لعب ريد إليرت زمانه وكنت مدمن ألعاب استراتيجية ألعاب استراتيجية تلاحظ مثلا Fire Emblem من تشرح ألعاب ثانية ألعاب ثانية ألعاب ثانية لا يوجد تعقيد من البداية أنك أنت تخش فيها بسهولة هذا اللي عادة تمشي أكثر من الألعاب ألعاب ثانية ألعاب ثانية ألعاب ثانية ألعاب ثانية ألعاب ثانية ألعاب ثانية تختلف أيضا بين تاكتكس تكون أبسط وبين توقع RTS تاكتكس 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 مثلا XCOM بالأدوار توقف تاكتكس لكن Command & Conquer هم نوع اللعبة RTS ترى الجيش تحرك بالماوس تلعب بالماوس كيبورد تحدد اليونتز التي لديك و تصبح تحرك لا يوجد أدوار الوقت يمشي لابد أن تتصرف و تستطيع تسرع الوقت نعم و تستطيع تسرع بالنسبة لXCOM روح روح مختم أم XCOM لو بعدين ترى مرة XCOM 2 عندما نزلت كانت لها شعبية كبيرة كان يتكلم عنها صحيح لا توقع أنها تقل ذكان تقدم تستطيع أن تلعب على الكونسل يجب أن تتحرك كيبورد صحيح صحيح لا كيبورد أدوار سأضعها على الكونسل كم تأخذ وقت منك اللعبة تأخذها 4 ساعة تستطيع أن توقف صحيح صحيح لا أفضل لكنني أريد أن أحبها مرة لكنني لم أعد أن تلعب على البي سي ومزمع كنا أولا كنا نفعلها باللوكل لأن نلعب RTS يجب أن يكون موسسل لكن تاكتكال لا أعجب لا مهم حسنا مشاركة بعدها لدينا مداو 11 يقول لماذا؟ دعونا نبعد عن الألعاب حسنا يقول توقعاتكم للهلال غدا هذا عندنا كورة معنا هنا دبي حسنا أنا متابع للأسوية لكن خربيني إذا كان في يومه أتوقعها ستكون 2-0 إن شاء الله أنا أتمنى للهلال صراحة أن يأخذ الأسوية إن شاء الله ونفتك من ذا السالف التي طوّلت هناك جمهور صراحة أنا أتمنى موالي جدا نعم هناك جماهير نوادي ثانية لم يحصروا بطولات ومبسوطين أن الهلال خسرت ضد سدني بدل ما تدعم فريق السعودي الذي يمكن أن يمثلك في كاس العالم لا تتجع الهلال لا تتجع الهلال لا تتجع الهلال دبي لا يدخل في الدوري السعودي لمزيد من هذه الحلطة ما تابع بودكاس الكورة صحيح شكرا ثامر المشاركة التي بعدها لدينا ذو الأذان الفخمة رهوان الفاضل حميل أحلى شيء أن أضع أذان فصل اسم السلام عليكم عليكم السلام أهلاً يا شبكة ألعاب وأهلاً وسهلاً بالضيف الرائع سعيد الله أهلاً طبعاً ثامر لا نضع اسمك فصل أهلاً أهلاً متابعين يعني فيه يقول بس عندي سؤال وجيه لك يقول ليش ترمس وايد ياباني أنا من يعارش القصة صلاحة أول شيء أحييك أنك سألت السؤال بالإماراتي اللجل وردي أتوقع هو يمزح لكن لا أتكلم وايد ياباني لا أتكلم وايد ياباني يمكن ساعات على تويتر أضع تطبيق ما أتعلمه استهبال يمكن لا أحد يفهم غير عصام و بعض الشباب يقعدون يصححون لي نفس أمس لكن مجرد أستخدمه كاستهبال ومزح لكن لا أرمس وايد ياباني لا شيء بزيط أحمد تعلم ما يعني ترمس؟ هذا هذا قل أنا آسف ما ترجمت لا أعلم لماذا ترمس وايدا؟ لماذا تتكلم وايد ياباني؟ هذا القصة بالله عليك تتفكر أنا متكلم عن اللغة اليابانية أتكلم عن هذا يمكن أن ترجمتها ترمس ترمسوا طيب شار الكلمات عندنا وليد يقول هلا ومرحلة مرحلة مرحلة عنوان الحلقة هلا ومرحلة مرحلة منور السعودية يقول سؤالي لضيفكم ماذا أكثر لعبة قضيت عليها؟ قضيت فيها وقت عام 2017 وسؤال الثاني دعنا نجاوب سؤال أول وعن غير قصد يعني كنت خلصتها بسرعة وقيت عمري لعب خمسين ساعة لا أعرف كيف ولكن شهر 12 أتوقع أني أقضي كامل مخصص لزلدة فأتوقع أكثر لعبة تكون زلدة أنا مع أنا مع أنا نفس الشيء أنا برجع للعبة عسويت لأن أنا لعبت حوالي 10 ساعات في زلدة وقررت أن أخليها لآخر السنة بحكم أني مشغول عندي أشغال وائد فترة هذه عشر ساعات هذه قضيتها بس استكشف أنا خمسين ساعة وأجرب خمسين ساعة ويو بعيدة مرة ثانية سويتش تعجبني أنا على الويو لعبت يمكن عشر ساعات بدل لما كان سويتش خلاص لعبتها أنا طول بالنسبة لي أكثر لعبة ما بين أوبرواتش ودستني أكثر من زلدة نعم بالراحة لا يمكن أكثر من زلدة أنا أفرات وزلدة أنا أفرات وزلدة أنا أفرات وزلدة أنا أفرات وزلدة لأنا دخلت أن أفرات وزلدة ماري كارت أني لعبت أفرات المائة ختمت أمها ماري كارت كل شيء كل شيء أنا أقسم بين زلدة وأفراتش وفين فانسي وففتين كانت ثلاثة وذلك حسنا سؤال الثاني لكم جميعاً هل هذا الوقت المناسب للجامر تحويل أجهزة 4K أم لا؟ أنا أقول يصبر لي ثريل جاي شوف التلفزيونات رخصت إذا تقدر تشتري تلفزيون 4K وتقدر تشتري الأجهزة التي تدعم 4K بلاي سيشن 4 برو أو أكس بوكس 1 أكس ترى حلوة التجربة لكن إذا لا تقدر خلّك على الأجهزة العادية وما عليك عادي الألعاب كلها تنزل على الثانين أنا أعلم من الأشخاص الذي لا أهتم صراحة الفرق لا يستهل لأنك تصرف مبلغ إلا إذا أنك قادر أن تصرف مبلغ لا تجرب نفسك لأنك تأخذ لأنه لا تشعر بالفرق الكبير هناك من يمكن أن يقول لك لا أنا أبيع جهاز بلاي سيشن 4 العادي أو أكس بوكس 1 العادي وأخذ أنا أقول للناس الذين لديهم شاشة 280 ضعيفة وصارت قديمة مرة حين وقت مناسب لأنه يطور بشكل عام يعني ليس لأفلام أو سلسلات أو نتفليكس ونصيحة أيضا بالنسبة للتلفزيونات أدخل موقع اسمه أر تينغز أر تينغز أر تينغز الشاشات الموديلات لدينا تختلف ولكن الرقم نفسه مثلا سوني لديهم ثلاثة رقام وربعة رقام وهو نفس الرقم إذا كان هناك 94 إذا كان هناك 9400 فهو نفس الـ 94 أو 940 أو 940 فهو نفسه لأنهم يضعون الأمريكي هناك لكن تقريبا نفس الشيء نفس الشيء يضعون لك يقيمون لك كل شيء قيمون لك لو أضعت شيء 4ATP أو 720 أو 1080 أو كل شيء وإذا جرست على أين الشاشة أو رسار الشاشة نفس الصورة أيوة وحتى الـ input هذا أهم شيء الـ input لا تروح شيء فوق الخمسين أو الأربعين دامني يكون تحت سامسونج أنا انصدمت سامسونج بدأوا يهتمون بالـ input تشوف تلاقي 23 مدري إيش أمسل ملي سكند فنصيحة أدخل موقعهم وكذلك تشتري شاشة أدخل موقعهم داخل الشاشة بصفحتها موجودة في settings وزن الألوان والعدادات من عندهم جهز أنهم عندهم أجهزة calibration ويجرون الشاشة ويختبرونها فيضعوا لك عدادات أوه هذا يجب لي أنا أستخدمها هو الأفضل لك أن أجهزة calibration بس أنهم اختصروا لك الموضوع أضعوا لك المشاركة اللي هم يشوفونها مناسبة للشاشة أوكي طيب المشاركة اللي بعدها عندنا زين البارقي يقول عندي سؤال شاطح هل تابعت مسلسلة Stranger Things وهل تنصحون أحد يتابعاً بالراحة 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 ما عليك كدوس وإذا تقروشت تلوم ثامر طيب الطبيب لا حسب إذا يعجبوا نوعية المسلسلات هذه أو لا تحب الحاجات ساينس فكشن وساينس فكشن القديم ساينس فكشن ساينس فكشن ساينس فكشن فاكشن ساينس فكشن القديم هم طبعاً القصة في الثمانينات فخصوصاً يعني موليد نهاية لا سبعينات ولا لا ثمانينات فموليد نهاية السبعينات منتصف السبعينات الثمانينات بيحبون الجو الفيلم لا أنا موليد التسعينات وعجبني فالجزء الثاني طبعاً بدعوا بحاجات كثيرة موسم الثاني دستني آخي رهيب رهيب خلاص بالحر بس بقول دستني رهيب ميزك كلب الجزء الثاني الموسم الثاني قصدي ممتاز مر أحسن لأول يالله نهاية الثمانينات يقول حيالله من جانا نورت الرياض يا سعيد شكل أسبوع جميل ساعد في حلقة مع العاب وبكرة إن شاء الله مهزوم الهلال شفت 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 طيب مشاركة لماذا عندنا نايف يقولوا وش أكثر لهم متحمسين له في 2018 2018 2018 دراغون كوست داعش صدق أنا يمكن أكون معك أنا ترى جربت نسخة يابانية بس أول ساعة بصراحة مبهرة اللعبة جدا يا أخي جميلة 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 ما بين لعبتين والله ما بين ردد وغادفور بصراحة مبهرة هناك بعض الألعاب قوية هناك بعض الألعاب قوية مثلا عندك سبايدرمان سبايدرمان أنثم أنتظر أنثم أنثم ياكوزا سكس قاهرة دستن قاهرة دستن نينو كوري توقع برضو بداية سنة 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 يا أخي وش ذي الألعاب كثيرا؟ لا سؤال ما ينفع ما عندنا جواب جواب غير كلهم 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 كله شيء رهيب ينزل بداية حسن عبد الله يقول بما أنه قرب موسم توزيع الجوائز والكل يتناقش في هذا الموضوع أنتم كيف تختارون لعبتكم بناء على استمتاع فيها أو عن طريق تشوفون اللعبة ما قدمت ومستوى التجديد والأفكار المتواجدة في اللعبة مثال بالنسبة لي ماريو تقدم استمتاع زلدة تقدم كل شي جديد اختياري ماريو ما في ست معين بالنسبة للألعاب ما في شي معين كل واحد لها طريق تغير 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 كل واحد حب اللعبة هذه أو لا حبها لأنه لا بشرط حبها بعد كل واحد وهذه طريق كل واحد كيف تقيم الموضوع التجربة عجبتني التجربة أو لا يعني ممكن في لعبة أنا عجبني اللعب فيها لكن في لعبة ثانية قدمت شي جديد مرة خلاني يعني أنهبل عليها وقول خلاص هذه هي مع أن اللعب في اللعبة الثانية أزيان في اللعبة الأولى هذه يعني اللي يعجب اللعبة هو بيقول أنا عجبتني أكثر شي هذه فهذه بصوت لها ونأخذ التسويتات تسويتات حلقة التكليجات نأخذ كل تسويت وشسمة وبعدين نشوف أكثر تسويت تسوير ونحط جيم في تيير وإذا تعادلنا هناك نكما ستتكرر إن شاء الله في جميل وفي تركي يعني ممكن نسوي تاي بريكر ننتقل للمشاركة اللي بعد عندنا إبو يقول السلام عليكم وعليكم السلام يا حيالله إبو أوكي أنت تعرفها لا يقول راح أشتري أول لعبة سيارات ما تنصحوني بلايستيشن غران توريزم سبورت أكس بورزا هورايزن 3 أو 7 مدامها أول لعبة سيارات خذ فورزا هورايزن 3 شيء أرقادي أفضل من السيميليشن أي لو عليها تخفيضة توقع ورائعة عموماً مرة مرة رائبة أو تلعب على البي سي برضو حتى الديالسيز مرة رائبة حق الديالسي حق الهوت ويلز نعم رائبة أستراليك توقع كانت هورايزن 3 صح أي أستراليك ناظر جداً جميلة كانت فيها ومشاركة اللي بعد عندنا إبو فهد يقول السلام عليكم جميعاً وعليكم السلام وعليكم السلام يقول أبي أعرف تثبيت الألعاب على جهاز أكس بوكس وون أكس بوكس وون أكس وأقدر أشتري ألعاب ثري سيكستي من غير بيزا وشكراً بالنسبة للتثبيت أنا ما جربت على الأكس بوكس وون أكس لأنه دائماً أشتري الألعاب ديجتال بس جربنا على الأكس بوكس وون القديم كان بطيء يس والمشكلة أنه بعد يبطئ لكية زيادة لأنه يضع لك الأبديت مع تثبيت اللعبة نفسه فيطولها زيادة والأبديت بالنسبة للتحديثات الأخيرة جداً كبيرة أي ضخمة جداً أين غير زفور؟ عندي فوق المئة قيقة ضخمة هيلو تسعين قيقة صحيح عشان الفور كي طبعاً أي بالذات ألعاب مايكروسوفت حصرياتهم جداً جداً ضخمة لا 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 عادي يعني سنة جاي يكفيك أنك تشبك بكهرباً سنة جاي يكفيك أربع العبة في؟ سنة جاي تكفيك أربع العبة أوه لا ضخم ضخم جداً بالنسبة للثري سيكستي أنا جربت بالفيزا ما أدري إذا تقدر أنا اللي عرفوا أنه ما تقدر تشحن لازم فيزا ما تقدر تشحن مثلاً بكارت الأكس بوكس العادي القفت كارد وتشتن تشتري لأن أنت يمكن تشتري من أنا شكت واحد تكتب تغريدة عنها لا تقدر بس توقع شراء عادي لأنه لعبة لعبة عادية ما أدري جر ومعلمنا يمكن أن تشتري ديسك سوكاراس ستكون أرخاص لك حتى يمكن ممكن هي مفصولة موجودة في ستور نفسه فمفروض أنها لا 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 ثري سيكستي مفصولة عصلاً يدخلك يدخلك كأنك سوق على أجتي أمل كذا يطلع لك كذا شون نعرف أن أجتي أمل لأنه فيه الصور تقعد تسوي لود زي البراوزر تقريباً في خدعة ممكن تسويها أنه تذهب لأمازون الأمريكي وتشتري الكود وهذا هو يسأل كود هل يعمل مع ثري سكستي أو لا الشحن لا كود اللعب لا أعتقد أنه موجود المشاركة التي لدينا سامي خالد المشاركة الأخيرة يقول ما تتوقعون السويتش يرخص عندنا المشاركة الآن هناك حزمة جميلة أضمها ب1600 مع جس دانس يعني مشكلة المشكلة اللعبة بس أنه على كلامهم أنهم ناوين يخفضون زيادة وزيادة عساس أنه يمشي مع السوك نازم لازم جالس ينزل السعر لا استعطاء وقت على كلامهم إن شاء الله ينزل أتمنى ذلك إن شاء الله وكذا أنهينا هاشتاق ألعاب نوشو مرتين ناوشو مرتين خلاص ناوشو مرتين خلاص أنا نظر دبي يقول لي بيبدأ ولا بي وكذا نهينا حلقة بودكاست العاب مية واثنو عشر لا تنسون تابعون الكورة معنا بودكاست كروي عن أغلب الأحيان يكون عن الكورة الأوروبية وشوية محلية وكان في بريفيو حق الهلال حقاست 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 نسون تابعونها أو نشروها عند الناس يعني تعرفون واحد تابع كورة تابعك من قريبك أم لا أصحاب تحبون كورة أكيد أم لا أم لا أم لا أم لا أم لا تركي شلهوب موجود هناك وبكذا نهينا الحلقة كذا خلصنا شكراً جاية يا سيد نورتنا شكراً على استضافتكم بدنا الله إن شاء الله ما تكون أول وآخر مرة إيه لا أكيد إن شاء الله عندنا بدمارات إن شاء الله سجل حلقة إذا سوينوا استوديو معنا إن شاء الله تكون على تيم سبيك بدنا الله إن شاء الله في الاستوديو وثامر شكراً على المساعدة لا شكراً على راج لا بالعكس اللضاءة والأمور هياكم والله بي وقت والجاية من زمان ما جيتنا يا سم بودكاست إيه وين من زمان زمان من زمان على أيام وين على البيت هذائك شكراً لكم تامر يقول يطولها زياد شكراً لكم على الحضور وشكراً لكم لإستماعكم ومشاهداتكم يا جمهورنا وشكراً لباتريك لجالس جنبنا أحسن هذا أحمد أحمد الأحمري هذا أحمد الأحمري هذا أحمد الأحمري هذا أحمد الأحمري هذا أحسن في الأرواح يعطيكم العافية ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله سلام 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 بشكراً للمشاهدين